اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كل الامور مهيئة للفرقتين انهم يقدموا ماتش كويس طبعا احنا نتمنى باذن الله ادي الاستاذ معانا على الصورة وعلى الشاشة زي معاداتكم مشايفين ادي المدرجات وارضية الملعب يعني حدس ولا حرج انت بتكلم على ملعب عالمي هتشوف النهاردة اجواء عالمية ان شاء الله نتمنى الفرقتين يظهروا بمظهر مشرف ونتمنى اكتر طبعا كجماهير اهلوية ان يكون التوفيق من حق النادي الاهلي النهاردة او مصاحب للنادي الاهلي النهاردة والكاس باذن الله كاس السوبر نبارك لبعض بعد المباراة ان النادي الاهلي فاز النهاردة باذن الله رب العالمين يفوز بكاس السوبر ويقدم ملحمة جديدة بقى بين المدرجات الاهلي والزمالك اللي الجمهور على طول بيتذكرها لما بنتكلم على ادي جمهور ادي جمهور النادي الاهلي ده حالا كمان ده حصري من هناك انا عايزكم حضراتكم بس تشوفوا جمهور النادي الاهلي النهاردة هتشوفوا جمهور النادي الاهلي انا ما شفتش طبعا انا ما عرفش الاعداد كام ولا اعرف ايه اللي موجود في الملعب بس انا بجيبلكوا صورة دلوقتي حصرية الان من ملعب هزاع بن زايد في تخيلي او اللي انا بفكر فيه واللي انا شايفه دلوقتي ان ملعب هزاع بن زايد اكتر من 70-80% النهاردة هتكون جماهير النادي الاهلي مالية المدرجات بتؤذر لعبة النادي الاهلي وعلى فكرة طول عمر جمهور النادي الاهلي كده في جميع الدول اللي احنا بنروح في جميع الدول في الامارات الملعب بيبقى مش عايز اقولك بيبقى مليانة على الاخر في التدريبات مش في المباريات في التدريبات كمان جمهور النادي الاهلي بلاش جمهور النادي الاهلي نتكلم عليه كتير لأن أنا مهما اتكلمت عنه مش هقدر تديره حق هتكلم على لعيبة النادي الأهلي لعيبة النادي الأهلي لما تلعب في أجواء زي دي هتشوفوا حضراتكم النهاردة بإذن الله بإذن الله هتشوفوا حاجة تانية خالص 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 النهاردة جمهور النادي الأهلي النهاردة في المدربات الناس تقول لك إيه طب ما ده هيعمل ضغوط سوية على العكس مع لعيبة النادي الأهلي ما بيعملش ضغوط بالعكس مع لعيبة النادي الاهلي الجمهور ده نمرة واحد اللعيب نمرة واحد انا محتاج للجمهور ده انا مفتقد الجمهور ده احنا كلعيبة النادي الاهلي مفتقدين الجمهور ده النهاردة حتشوفوا حضراتكم جمهور النادي الاهلي في المدرجات حتشوفوا شكله ايه حتشوفوا تشجيع من اول ثانية لاخر ثانية حتشوفوا تشجيع بعيد عن اي مش عايز اقول مثلا نتيجة المباراة ما تكونش في صالح النادي الاهلي لو تعادوا حتشوف الجمهور بيشجع ازاي لقدر الله لو دخل فينا جون حتشوف الجمهور ده بيشجع ازاي بعد الماتش مهما كانت النتيجة حتشوف بإذن الله النتيجة مكسب للنادي الاهلي وانا متفائل ودايما بحبها بمتفائل ويعني بديه كتير جدا 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 من اللي هم بيصدروا أو بيحاولوا يصدروا الإحباط لجماهير النادي الاهلي ولعبة النادي الاهلي والجهاز الفني النادي الاهلي يمكن الجهاز الفني بعيد جهاز محترف وإنما بعض اللعبة بتتأثر بعض من الجماهير بتتأثر ولكن ما فيش إحباط بالأرقام أنت الأفضل كحالة فنية وبدنية في الفترة الأخيرة أنت الأفضل آه بيغيب عنك النهاردة لعيب كبير جدا 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 مؤثر في خط وسط النادي الأهلي اللي هو أليو ديانج ولكن فيه اللي قادر على التعويض إن شاء الله بإذن الله نهاردة نشوف نص الملعب فكر الراجل إيه؟ نهاردة ماتش تيكتيكي هيبقى عالي جدا 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 بين المدرين الفنيين مدرين الفنيين لو اتكلمنا عن كل واحد فيهم هنديله حق كل واحد فيهم؟ لا مدرب عنده خبرات مدرب كويس مدرب عنده فكر زي ميستر كولر شفناه الأربع ماتشات اللي فاته بيفكر كويس قوي بيدير الماتش كويس قوي وهو على الخط فكره حاضر وشغال على طول ميستر فريرا راجل خبير خبير أرقامك كويسة جدا مع نادي الزمالك بيعرف فيه يكسب حتى هو في أسوأ حالاته عنده عنده فلسفة خاصة بالنسبة له يسيب لك الاستحواز مش مشكلة مش لازم أنا استحوز عن ماتش ولكن مايجيش فيه جول واقدر أخطف جول وكسب المباراة وده حصل في أوقات كتير جدا 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 السنتين اللي فاته وماتشين ثلاثة اللي فاته ترجمة نانسي قنقر